ازايكم يا جماعة معاياكم احمد ودي قناة ابو العبكرة. النهاردة الهامستر عمل تحديث جديد هو يعتبر من افضل التحديثات اللي اتعملت وهقولك ليه. لوقتي عشان خاطر ان انت تجمع عملك كتير جدا في البوت كان يهلزمك ان انت تعمل احالات عشان خاطر العدد عندك يزيد او الفلوس عندك تزيد. الهامستر النهاردة اضاف مهمة جديدة تقدر ان انت تلعب عليها كل شوية تطلع لك فلوس. مش محتاج ان انت تفتح جديد مثلا زي الالعاب اللي هم عاملينها عشان تجيب المفاتيح وتتفرج على الاعلانات لا ده داخل البوت زيت نفسه هنتفرج وهنشوف مع بعض ازاي ده بيتعمل وازاي تطلع منه آآ عملات كتير كل شوية. احلى حاجة كمان في انه هو مش مرتبط بوقتي يعني تقدر تلعب عليه براحتك. هيعلي معاك الفلوس اللي تقدر تشتري بها الكروت عشان خاطر تعلي الربح كل ساعة بتاعك. كمان في بعض التحديثات عملوها. هنشرحها بالتفصيل في بقية شرح الفيديو عشان ما اطولش عليك بس في المقدمة. بس قبل ما ندخل على الشرح العمل على طول في فيديو مهم جدا 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 وياكاد يكون اهم فيديو هينزل للفترة الحالية. هينزل بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول. يعني ممكن ساعة مثلا او ساعة ونص ما بينهم. احتاجك تتفرج عليه ضروري جدا. وانت قسما بالله تستفاد وهتدعي لي. وكل الروابط طبعا هنستخدمها في الشرح دلوقتي موجودة في سندوق الوصف. ويلا بينا على طول ندخل على الشرح العملي. طبعا لو انت لسه ما سجلتش في بوت الهمستر فانت قدامك فرصة ان انت تلحق تسجل فيه. تلاقييني سيبلك الرابط موجود في سندوق الوصف تقدر تسجل وتبدأ ان انت تشتغل معانا مفيش اي مشكلة. بالنسبة للتحديث اللعبة الجديدة طبعا تحت هنا في البليجراوند هي الالعاب اللي بتخش تحملها التطبيق بتاعها وتبدأ ان انت تلعب عليها عشان خاطر تجيب المفاتيح. ولكن اللي تضاف جديد النهاردة لو جيت دخلت على الخانة بتاعت الميني جيمز هتلاقي هنا خانتين او الخانة اللي هي اصلا بنلعب عليها كل يوم بتاعة البازل تاني خانة اللي هي الهكسة بازل. الهكسة بازل دي عشان خاطر ان انت تبدأ تشتغل فيها موضوع سهل. هتمسك الالوان اللي موجودة هنا تحطها مسلا في اول خانة او على حسب انت ما تشوفها. انت لما تفهم اللعبة ماشية ازاي هتبدأ تشغلها من دماغك الوحدة. وهنجيب مسلا جنبيها اللون اللي زيها عشان يقلب عليه. وهنحط مسلا هنا اللون الاحمر. وهنحط لون احمر تاني جنبيه عشان يقلب عليه. وكل الالوان اللي شبه بعض. لما بيبقوا جنبيه بعض بيقلبوا على بعض. ليه? هنشوف دلوقتي مع بعض. خلينا ندخل دلوقتي نكمل. نشوف. اه لما يجو مسلا خلينا ده هنا كده. نحط مسلا البرتقين هنا. بص قلبه على بعض ازاي? هبا. رح جايب لك على طول ايه? خمسة تاشر الف. ده بالزبط اللي بيتم. زي ادي كمان واحدة هي. فانت فهمت? اعتقد النقطة هي مفياش اي مشكلة. او سهلة جدا. بتجيب الالوان جنبيه بعض عشان تقلب على بعض. البرتقاني هنا كده. شوف. شوف اللي بيحصل. اه لازم تكون بس ايه? اه عندك شوية تخلق. وتركز عشان خاطئ. تطلع بفلوس يا الفكرة كلها انهم مالهم شوية. او احنا دلوقتي في سوينة عملنا تسعة وخمسين الف عملة. وبنكمل طبعا على هذا الاساس. انت بس لما تيجي تلعب انت من نفسك هتبدأ تفهم الالية بتاعتها ماشية ازاي? الموضوع يعني مفروش حاجة. انا حستها بصراحة لعبة اه يعني مسلية شوية. مش عارف بقى هل هي بالنسبة لك. هتبقى مسلية ولا لأ. بس هي بصراحة عجبيتني يعني. تمام طيب. خلق انت زهقت بقى. انت تقدر تلعب كده طول يوم على فكرة جمع ملايين. مفيش اي مشكلة. بس انت زهقته عايز تلجع كده. وتدوس على كلمة اجزيت. على طول هيحسب لك الفلوس اللي انت كسبتها. وتدوس على كليم. وتقدر انت على مدار اليوم تعمل فلوس حلو عشان خاطر ان انت تشتري الكروت. طيب. تعالى دلوقتي للتحديث التاني على الخنة تحت الكروت. لو جينا هنا على خنة كان فيه الكارت اللي هو بتاع الكريبتو دوت كوم. اللي هو بيدي لك فرصة ان انت تعمل حساب على الكريبتو. وكمان عامل لك كارت جديد هنا اللي هو بتاع المون بي. المون بي دي طبعا بوابط دفع وتقدر ان انت تستقبل من عليها كريبتو وتبعد كريبتو. زي اي حاجة. يعني هم عاملين تعاقد معه. بس اللي عايز اقوله لك ان فكرة ان الهامستر يعملوا تعاقد مع مون بي ويعملوا تعاقد مع كريبتو دوت كوم. ده معناها ان المشروع بتاع الهامستر ده مش سهل ابدا. بجد المشروع وصل لدرجة ان هو بقى اشهر حاجة في العالم حاليا. فانا مش بقول عليه نصب وما فيش حد يقدر اصلا ان هو يقول عليه نصب. لان انت عندك كل المنصات والمواقع الموثقة عالميا والمشهورة جدا متعاقدين معهم. الموضوع مفروش اي كلام. اه الموضوع طول وسخف لكن في الاخر هنشوف زي ما استفدناش بالعملات بشكل مباشر والعملات مثلا جات لنا قليلة او سعرها كان قليل. في عندك طرق تانية اصلا هم عاملينها انت هتقدر ان انت تستفيد منها على المدى البعيد. تبصش للمشروع دلوقتي عشان خاطر ما تملش منه. اه الكروت اللي بينزلوها كل يوم تيجي كده على في خانة بتاعة لازم تشارك عليهم وتشتري كل الكروت اللي بتنزل. ايه بقول لك كده لان احنا لو جينا فوق هنا على الاسم بتاعك تعال على الاسم بتاعك كده. وتعال على اللي هي التحقيقات. لو نزلت تحته خالص هتلاقيه مضافه خانة جديدة اللي هي اسمها الراسكيو تيم ده كان كارت يعني طبعا الكارت ده مش هيبقى مع اي حد. ده فقط هيبقى مع الناس اللي هي سجلت اول ملبوتة عمل. واللي اشتروا الكارت ده. لو تعال كده على المين خش على وخش على اللي هي الفرص الضائعة. انزل تحت خالص هتلاقي ان ده كان تاني او تالت كارت الهامستر يعملوه. طبعا محدش اشترى الكارت ده الا النسي اللي سجلت في الاول لو كانوا اصلا اشتروا. فطبعا دي مهمة من المهام فاحنا كده فقدنا آآ علامة في الخانة الجديدة اللي هم عملوها. ده هيؤثر عليك? لا مش هيؤثر عليك. بس اكيد هو مش ساوي يعني او هيدي فلوس للراجل اللي اشترى الكارت ده بواحد ما اشتراش الكارت ده. لكن احنا عندنا مهام تانية وخانات تانية بنشتغل عليها مفيش اي مشكلة. فباختصار البوت بيتطور وبيعمل حاجات جديدة هتنفع مع الاردروب وهتنفع بعد الاردروب كمان. هم بس بس بيشتغل على الاردروب لأ هم بيشتغلوا على مرحلة ما بعد الاردروب. طيب معاد الاردروب امتى? لحد دلوقتي برضو الموضوع مش واضح. الموضوع كل شوية بيتأجل وده طبعا لان عدد المستخدمين كتير. عايز اقولهولك كمان والمفاجأة التانية لو جب بصيت على العدد المستخدمين بتوع البوت هتلاقيهم قال له تقريبا يعني النص. ناس كتير جدا اتحذفت وناس كتير اتحذرت وانا كنت اقيل عليهم مابل كده اللي بيستخدموا والو بيقعدوا يبعتوا الرابط بتاعتهم لتليفونات تانية على نفس في المكان اللي هم موجودين فيه فبيتقفشوا فبيتحذفوا. فخلي بالك من النوت دي خليك ماشي قانوني عشان كل مجهودك بتاع الشهور اللي فاتت ده ميضهش. ده كان شرح التحديثات الجديدة زي مطالبتم. ان شاء الله ربكم استفدتم. واشوف كم في حلقة تانية. سلام.